ألغت المحكمة الدستورية الأغندية قانونا مثيرا للجدل ينص على منع المثلية الجنسية في البلاد معتبرة أن النصاب الذي حدده الدستور خلال التصويت في البرلمان لم يتحقق وقالت المحكمة الدستورية عند تلواتها الحكم أن القانون باطل ولاغن وكان هذا القانون الذي صدر في شباط فبراير الماضي أثار استياء دوليا إذ أنه أضاف قمع الدعاية للمثلية الجنسية وواجب كشف مثليي الجنس إلى نص يعود إلى أكثر من نصف قرن ويعاقب الذين يقيمون علاقات مثلية بالسجن مدى الحياة ورحب المدافعون عن مثليي الجنس بإلغاء هذا القانون وإن كان التشريع السابق الذي صدر في العام 1950 في عهد النظام الاستعماري البريطاني ما زال ساريا وتقول المنظمات غير الحكومية أن تعزيز العقوبات التي تقمع المثلية أدى إلى زيادة الانتهاكات ضد مثليي الجنس من اعتقالات تعصفية وتسريح من وظائفهم وطردهم من مساكنهم واعتداءات عليهم وتضيف أن هذا القانون قلس أن كانية حصول هؤلاء على الخدمات الطبية الملائمة وخصوصا للوقاية من الأيدز بسبب خوفهم من توقيفهم ترجمة نانسي قنقر